اشتركوا في القناة وكيل وزارة الداخلية وسعادة اللواء محمد بن دينة مدير عام الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية وقد رحب معالي الوزير بالوفد الأمريكي منوها بأهمية هذه اللقاءات في تعزيز التواصل وتبادل وجهات النظر ومشيدا بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة بما يدعم مصالح البلدين الصديقين وعرب معالي الوزير عن تقديره لدور المؤسسات البحثية من خلال ما تقدمه من دراسات متميزة وتسهم في تعزيز التعامل الإيجابي مع التحديات والمتغيرات المتسارعة لفتا إلى دور معهد الشرق الأوسط بواشنطن في تعزيز الشراكة وما يطرحه من إضافات علمية متقدمة في مجال الأبحاث والدراسات ومشاركاته الفاعلة في جهوز تعزيز السلام العالمي وتم خلال اللقاء بحث عدد من التحديات المتعلقة بالأداء الشرطي وتطوير العمل المشترك من بينها مناقشة إمكانية عقد مؤتمر دولي يحمل أبعادا استراتيجية ويبحث تأثير المتغيرات الراهنة وانعكاساتها على الوضع الإقليبي كما اطلع وفد معهد الشرق الأوسط الأمريكي على برامج الأمن المجتمعي التي تنفذها وزارة الداخلية ومن بينها برنامج مكافحة العنف والإدمان معا وبرنامج السجون المفتوحة ودور شرطة خدمة المجتمع كأساس في استراتيجية الشراكة المجتمعية ترجمة نانسي قنقر